هي محاضرة مستقلة طويلة نعطي ملخص عنها القرآن يعني يذكر عن نهاية الكيان الصويني بشكل أساسي بصورة إسراء لكن له علامات بنفس صورة إسراء الله يقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض هم حاليا ساكنين كل الأرض وليس دولة واحدة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة سيأتي بهم الله لفيفا لكي يتم عملية الإزالة فنلاحظ في صورة الإسراء الله يعترف بتفوق إسرائيل العسكري والمالي لكن الله يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الأرض وليس في دولة واحدة مرتين ولتعلونا علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا الله للمرة الأولى يضع حرف اللام الله يقول عبادنا أما أن يقول عبادا لنا أي هؤلاء العباد زوي نوعي خاصة بنسبة إلى الله هم الرسول والصحابة الكرام فقط في الحال الأولى قال فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بني قريزة بني النظير بني قينقاع الأحزاب فقط جاسوا خلال الديار لم يذكر المسجد ولم يذكر عمليات التحرير ثم رددنا لكم الكرة عليهم على المسلمين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة النفير هو من ينفر معك ولو لم يكن من أبناء جلدتك صحيح فحاليا كل معظم العالم وأمريكا تنفر مع الكاسر فيقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد سبحان الله ما قبل عام 67 حينما نمر على الآية وليدخلوا المسجد كان المسجد عند المسلمين فكيف سوف يدخل المسجد سبحان الله حتى يذهب المسجد الأقصى وحاليا المسجد الأقصى هو القضية الأساسية أصبح فقال وليتبروا ما علوا تتبيرا هذا العلوب في الأرض سوف يتبر طبعا الموضوع الطويل هذا ملخصه واضح بصورة إسراء لكن علامته الأساسية جئنا بكم لفيفة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وباعترافاتهم يعني أنه حاليا في التوراة يعني أنه سوف يأتي بهم الله كاملين لكي يتحدثون عن معركة كبرى يسمونها معركة هارة مجدون هار بمعنى التل مجدون مدينة مجدو عندهم على السهل فالموضوع طويل جدا يعني يحتاج إلى الساعات طبعا المحاضرة أكثر من ساعتين تقريبا